في بداية العلاقة وخلال الشهر الأول هذا الشخص إجا وصارحني بالحب تبعه وحكالي إنه أنا بحبك أو على سبيل المثال إجا شخص معين عن طريق أهلي يتقدم لي ويطلب إيدي للزواج وخلال شهرين خلاص صار بده إنه إحنا نتزوج ونفوت بالعلاقة بشكل سريع جدا وكان جوابه لهذا الإشي إنه هو مستعجل ومش قادر يصبر أو على سبيل المثال إنه إمي أصرت علي إنه أنا أروح أتزوج بأسرع وقت ممكن بس عشان هي تشوف أحفادي وما إلى آخره بتعرفوا أنتوا كيف الأمهات ولما رحت تزوجت أو خطبت هاي البنت ما قاعدت معها فترة كثير كويسة عشان أتعرف عليها ومع الأسف الشديد بعد 15 سنة من التعارف والزواج إلى الآن قاعد بعاني من هذا الزواج لأنه اختياري كان خاضي عشان هيك بهذا الفيديو راح أحكي لكم عن أهمية فترة التعارف وقديش لازم تكون قبل ما توصل للارتباط الرسمي أو حتى قبل ما تحكي أنت للشخص اللي أنت بتتواصل معه وبتحبه أنه أنا بحبك أو حتى تسمعها منه راح أحكي لكم عن الأخطاء اللي قاعدة بتصير مع الأشخاص واللي وقعت لمدة سنوات كثير طويلة في علاقات يعني غير مناسبة لإلها عشان تتعلموا من هاي الأخطاء وتاخذوها كعبرة لإلكم أول خطأ واللي هو أنه أنت تعرفت على شخص معين وهذا الشخص خلال الشهر الأول أجي أحكي لك والله أنا بحبك طيب أنت هون صح أنه منجذبله لكن نفس الوقت لازم أنك تاخذ احتياطك أو لازم تتساءل طب على أي أساس هو بناء الحب تبعه لإلي يعني عشان منظري عشان شكلي عشان جسمي ولا عشان هو عرفني بشكل جيد علما إذا هو بده يعرفك بشكل جيد أقل إشي بده يقعد معاك أقل إشي أقل إشي ست شهور عشان يعرف شو طبعك شو الأشياء اللي بتحبها شو الأشياء اللي بتكرهها أما إذا من أول شهر أجع هكالك أنه والله أنا بحبك في عدة احتمالات أنه هذا الشخص بكون كذاب أو في عنده مشكلة معينة أول مشكلة واللي هي بكون عنده فراغ عاطف كثير كبير وبحاجة العاطف منك أو بحاجة أنه يفوت في علاقة بس عشان أنت تهتم فيه والإشي الثاني اللي بيخبيه عنك هذا الشخص واللي هو أنه بده ينتقم من شخص آخر عن طريقك أنت يعني هو راح يحكي لك أنه والله بحبك بس عشان أنت وياه تفوتوا بعلاقة والحبيب القديم لقله يعني ينقهر ويحكي يا الله هاي يتزوج واللي ارتبط في شخص آخر والإشي الثالث اللي بيخبيه عنك هذا الشخص واللي هو أنه هو شخصية سيئة وسامة وما بده يعطيك الوقت اللازم عشان تكتشفه وتكتشف أنه هو شخص متلاعب وما بنعاش معه بالمرضة حاليا راح أحكي لكم القصص من أرض الواقع عشان تاخدوا العبرة منها في أحد الأيام في شخص معين راح تقدم لبنت عن طريق أهلها وراح يخطبها وبالفعل أهلها وافقوا وهي كمان البنت يعني وافقت وشافت أنها من جذبة لهذا الشخص وبالفعل هذا الشخص يعني طلب أنه يتزوجها خلال شهرين بس يعني حكا لها أنه أنا مستعجل وبيدي إياك تكوني عندي بالبيت فقط خلال شهرين هي طبعا تفاجأت وفكرت أنه والله هو من كثر ما هو بيحبها أو من كثر ما هو من جذب لإلها مش قادر يتحمل أنه يضلهم في فترة خطوبة وبالفعل وافقت وتنازلت عن كثير أشياء من حقوقها واهلها كانوا يعني متساهلين مع الشخص لأنه شايفين أنه هو ابن عالم وناس وأنه ممكن هو بيحبها بشكل كبير عشان هيك بده إياه لكن مع الأسف الشديد بس البنت تزوجت هذا الشخص وراحت قادت عنده في البيت بس خلال شهرين بدون أي مشاكل أجى وحكى لها أنه أنا بدي أنفصل أنا لازم أطلقك طيب ليش يا ابن الحلال شو في قال أنا ما بحبك طيب ليش إجيت خطبتني والله إجيت خطبتك بس عشان أنسى حب القديم واللي هسى رجعت أحكي معاه مين حبك القديم؟ بنت خالتي ليش أنت تيجي تخرب بنت العالم والناس عشان والله تنسى حبك القديم هي شو ذنبها شو دخلها طيب هون الخلل أو الغلط على مين الغلط على الشاب واللي على البنت الغلط على الشاب لأنه هو أصلا ما بيستحيع حاله وراح يعني خرب حياة بنت عالم والناس ويعني سوى لها عقد نفسية وتعبها نفسيا والحق على البنت وأهلها أنه ليش توافقوا أنكم تفوتوا بعلاقة معينة بمدة سريعة لازم أنت تعطي الشخص اللي أنت ما بتعرفه مدة كثير طويلة عشان يتعرف على بنتك يتشوف بنتك هل هي راح تتوافق مع هذا الشخص راح تشعر بالإنجذاب لإله ولا لا القصة الثانية وهذا السيناريو يعني صار كثير وسمعت عنه كثير أنه هذا الشخص بروح بتقدم لبنت الحلال وخلال شهرين بكون مستعجلي بشكل كبير لكن بس يتزوجوا خلال عدة أشهر خمس شهور ست شهور ولا سبع شهور بنفصلوا ليش؟ لأنه البنت بتكتشف أنه هذا الشخص يعني بنعاشش معه هذا الشخص عنده أمراض نفسية هذا الشخص سايكوباتي أو شخصية نرجسية قاعد بتلاعب فيها وبيستغلها وبضربها وبسبها وبسب أهلها فبالتالي يعني هي ما لحقت تتعرف عليه في بداية العلاقة ليش؟ لأنه كان مستعجل وكان بمثل طول هاي الفترة بس عشان يعني البنت تحبه وتفوت معاه بالعلاقة ويتزوجها كمظهر اجتماعي معاه القصة الثالثة بتحكي أنه في بنت معينة كانت تسكن في بلد معين لكن مع الأسف انتقلت لبلد آخر وكانت هي أصلا تحب شخص في هذا البلد البلد الأصلي لكن عشان تنسى هذا الشخص اللي كانت تحبه من زمان أو حبها الحقيقي يعني أول واحد فات عندها على البيت وطرق الباب وحكالها أنه أنا بدي أخطبك هي وافقت عليه طبعا مش هي الشخص المظلوم لا هي كانت الشخص الظالم لأنه وافقت عليه بس عشان تنسى الشخص القديم وتسكر الباب بوجهه أنه ما يجي من البلد الآخر ويجي يخطبها ويصير في بينهم غلبي أو يتغلبوا في حياتهم الزوجية لكن مع الأسف الشديد خلال أربع شهور خمس شهور هي طلبت الطلاق من هذا الشخص شوفوا لوين درجة الظلم يعني هي وافقت على شخص معين وخلته يفتح بيت وخلته يعمل عرص وخلته يدفع مهر بس عشان الأخت والله تنسى حبيبها القديم طب شو ذنبه هذا الزلم يعني هو باقي يلاقي مصارية في الشارع يعني شوي شغل مخكو وانت عندك مشكلة حاول يحليها انت عندك مشكلة نفسية حاول حلها مش تروح تظلم بنات الناس والله عشان تنسى حبك القديم ولا عشان مشاكلك النفسية الموجودة جواتك شو دخلهم للأسف هذا الاشي يعني بيخرب بيوت ناس كثيرة بيخرب يعني حياة شخص يعني هاي البنت مثلا اللي تعرفت على هذا الشخص وحكيت له انه والله أنا ما بحبك ولازم أنفصل بعد أربع خمس شهور طب قدي خسر والله من وقت من فلوس من بيت وأشياء كثيرة خسر كثير وبنفس الوقت انت لما تيجي تتعرف على البنت والبنت مثلا هاي يعني تكون في عز شبابها وبنت بتجنن وتيجي تخطبها وتتزوجها لمدة شهرين بعدين تحكي لها انه والله أنا ما بحبك طب ما انت خربت كل حياة عدم مؤاخذ وانتو عارفين كيف يعني نظرة المجتمع للبنت المطلقة يعني غلط أصلا بتسوي يعني هاي خطية في رقبتك ليوم الدين وطبعا في قصص ثانية اللي بتكون مش بشكل رسمي بحكي له والله أنا بحبك خلال أول شهر ليش عشان هذا الشخص يتعلق فيه وبكون هدف الشخصان اللي حكى انه أنا بحبك هدفه استغلالي سواء استغلال عاطفي استغلال جنسي وما إلى خيره وعلى أغلب بكون يعني هو استغلال جنسي بس عشان ياخد غرضه ويحكي لها مثلا للبنت مع السلامة وإذا كانت بنت فهي بتستغل للرجل بس عشان فلوسه أو مثلا عشان تنتقم من حبيبها السابق طبعا في قصص كثيرة يعني لا تعد ولا تخصى بنفس السيناريوهات ويعني اختلاف بسيط فيها لكن أنا ما راح أذكرها بالتفصيل لأنه مدة الفيديو بتصير كثير طويلة لكن الآن راح نزيد نسبة التوعية بخصوص هذا الإشي يعني بخصوص المدة اللازمة عشان تتعرف على الشخص تعارف سوي وراح أستعين في كتاب عقدك النفسية سجنك الأبدي لأنه هون ذاكرها يعني بطريقة منطقية وطريقة يعني جميلة بتبين لك أنه كيف تتعرف على هذا الشخص وهون بحكي لك الدكتور يوسف أنه خلال الشهور الثلاث الأولى أنت راح تتعرف على هذا الشخص فقط عشان تشوف مدى توافق الفكري والحوار وكيف يعني تواصلكم مع بعض هل راح يكون ممل ولا راح يكون فيه انجذاب هل هو راح يتفق معاك فكريا وعاطفيا وما إلى آخره ولا راح تشعر أنت بالملل والبرود ويعني راح تنفر من هذا الشخص هسا إذا خلصتوا هاي الثلاث شهور وكان فيه انجذاب بينكم وشفت أنه هذا الشخص يعني عقله راكب على عقلك فبتروح للمرحلة الثانية واللي هي مرحلة من أربعة لست شهور والمرحلة الثانية بتكون أنه بتلاحظ مواقف الحب اللي بتتخذها هذا الشخص يعني على سبيل المثال أنه أنت مرضتي أو أنت مرضت بتشوف هل مثلا الشخص اللي أنت بتحبه واللي يعني عأساس في بينكم علاقة هل بيجي بيزورك هل بيجي مثلا بيغلب حاله وبروح بيشتري لك بوكي ورد وببعث لك إياه وبحكي لك ألف سلام عليك ولا مثلا بيحكي لك بس سلامات بيعتبرها فرصة عشان والله يروح يتعرف على حدا ثاني أو يعني يعمل أشياء ثانية هل هذا الشخص مثلا بتواصل معاك بشكل يومي مهتم فيك بشكل كبير ولا قاعد بغيب لأيام كثير طويلة هل هذا الشخص ديروا بالكم على هاي النقطة قاعد بيجيب لك هدايا في عيد ميلادك أو في مثلا مناسبات معينة ولا قاعد بيسلك يعني عسب المثال العلاقة مع الشخص النرجسي بتلاحظ أنه أنت دائما بتجيب الهدايا لكن النرجسي غالبا ما بيجيب هدية لإلك بالعكس يعني بيكون ناس الموضوع وممكن يسوي لك مشكلة قبل عيد ميلادك بس عشان ما يجيب لك هدية طبعا مش كلهم أغلبهم وإذا بده يجيب لك هدية بيكون هدفه أنه أنت تكون خاضع لإله وترد له هاي الهدية بالمستقبل فهاي يعني مثلا المرحلة الثانية من التعارف والله شفت هذا الشخص يعني ملتزم في العلاقة وقاعد بيبادر أنه يتواصل معاك وقاعد يعني بيقدم أشياء وقت وجهد معناته بتنتقل للمرحلة البعديها المرحلة البعديها يعني حاط نقطة أنه هون ممكن أنت تصارح هذا الشخص وتحكي له أنه أنا بفضل أنه نتعارف تعارف مبني على أساس الارتباط يعني حاليا إحنا خلصنا فترة التعارف السطحي وعرفت أنه أنت من جذب لإلي وأنا من جذب لإلك ومثلا يعني صار في بيننا مواقف بتثبت أنه إحنا ملتزمين في هاي العلاقة حاليا خلينا نشوف إذا إحنا فعلا راح نتوافق من ناحية طبعه نواقصه العقد الموجودة عنده هاي الأشياء كلها بتصير بعد إخضاع هذه العادات للحوار يعني إذا صارت بينكم مشكلة تقعدوا تتحاوروا فيها هل إنت بتشوف هذا الإشي العقد الموجودة عند هذا الشخص مناسبة لإلك وهل إنت مثلا بتقدر تتعامل معها أو هل هذا الشخص بقدر يغيرها عشان هو بده يغيرها مش عشان مثلا إنت أجبرت عليها ولا مثلا قاعد بيحكي لك لأ أنا هيك بدك إياني بدك تتحملني شو ما كنت وأنا ما راح أتغير رغم أنه يعني فيه إشي سيء فيه بشكل كبير وإشي كثير واضح فبالتالي والله إذا شفت أنكم متفقين في هاي المرحلة وشفت أنه كل إشي ماشي يعني بشكل جيد سعيتها أنت بتكمل معاه وبعد هاي الفترة وبعد هاي المرحلة بتطلب منه الزواج بشكل يعني علني بدون ما تخجل يعني تحكي له خلص أنا شايفة أنه صار الوقت المناسب أنه أنت تيجي تطلبني من عند أهلي أو مثلا أنه أنا يا بنت الحلال يعني شايف أنه أنت الشخص المناسب فأنا لازم أجي أخطبك من عند بيت أهلي وطبعا هاي المراحل مش ضروري والله تكون بس بعلاقة الحب لا يعني عادي ممكن تصير في علاقة الخطوبة يعني لما ييجي شخص يجي يخطب مثلا بنتك أو ييجي شخص يخطبك أطلبي أنك تتعارفي عليه لمدة لا تقل عن تسع شهور ويا أخوي ويا أختي إذا أنتوا شفتوا كل إشي مناسب وكل إشي قاعد بمشي بشكل جيد وبشكل تدريجي خلص توكلوا على الله وتزوجوا ما في عندكم مشاكل بينما إذا أنت لاحظت أشياء خاطئة في العلاقة خلال الأشهر الماضية خلال تسع شهور الماضية وإنت كنت ساكت عنها وكنت أنت مستمر فمعناته هون الحق عليك لا الحق لا على أهلك ولا الحق على الشخص اللي أنت ارتبطت فيه ليش؟ لأنه أنت كنت شايف كل إشي غلط لكن أنت استمريت يعني أنت كان بإمكانك تحكي أنه والله ما بدي أكمل مثل الأشخاص اللي بتخطب في الوقت الحالي مع الأسف الشديد لما تخطب بتفكر أنه خلص أنا ارتبطت رسمي أنه لازم أكمل فيها العلاقة مدى الحياة لو أشوفه بضربني ولو أشوفه بسب علي أو لو أشوفه هي بتزعل مني وتعمل لي صمت عقاب لمدة سبعين ثلاث لا أنا راح أستمر معها لأنه أنا بحبها أو خلص صرت خاطبها وصرت دافع فلوس لا يا أخوي ويا أختي إذا أنت فترة الخطوبة هل فترة الخطوبة عشان تعرف إذا هي مناسبة أو هو مناسب عشان تكمل إذا مش مناسب تحاول تبتعد عن هذا الشخص وتعتذر منه يعني فترة الخطوبة مش عشان والله تجهزوا البيت وتجهزوا والله المكان العروس اللي راح تشتغلوا فيه وتنقوا البرادة والكناب لا صح هذا موجود لكن في آخر فترة الخطوبة لكن فترة الخطوبة هدفها الرئيسي إنك تتعرف على هذا الشخص بشكل جيد إذا هو مناسب أو غير مناسب وحاليا بدي أطلب منكم طلب معين واللي هو إنكم تشاركوا هذا الفيديو لشخص بتشعروا بإنه بحاجة إنه يسمع هذا الكلام طبعا في شاشة النهاية راح حط لكم فيديوهات بتساعدكم على اكتشاف إنه هذا الشخص بحبكم أو ما بحبكم راح تفيدكم بشكل كبير وإن شاء الله بنشوفكم فيديو جديد وسلام